شاركت مصر في الجلسة رفعة المستوى حول متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه وصراح وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بأن هناك إجراءات عديدة يجب اتبعوها لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة لمواجهة التحديات المائية وأضاف أن قانون الموارد المائية والري الجديد يهدف في تشكيل روابط مستخدم المياه وتفعيل دورها وتعزيز التواصل بين المنتفعين والأجهزة التنفيذية وأشار سويلم لما تواجه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية حيث تقترب مصر من خط الشح المائي بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنويا وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع تلك التحديات